حذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء والانتشار السريع للأمراض قد يؤديان إلى انفجار أعداد وفيات الأطفال في قطاع غزة بحسب وصفها قال تاتشيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسف أن غزة على وشك أن تشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها الأمر الذي من شأنه أن يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق أصلا وفق تعبيره ووفقا لتقييم الأمم المتحدة فأن سلس الأطفال يعانون سوء تغذية حادا في شمال غزة وهم محرومون بالكامل تقريبا من المساعدات الإنسانية